مرحبا بكم خوتنا مرحبا بكم ناس شبيبة القبائل وناس الجياسكا مرحبا في قناتنا الإخبارية والرياضية جياسكا أخبار تيفي مرحبا بكم ليزابوني تانو دونك اليوم خوتنا رح نشاركم أكمل جديد الجياسكا وتعشى بيبة القبائل يعني الجمهور تعشى بيبة القبائل اللي راهو كامل إيريك لامي على الفاف قلك أين الفاف ورئيسها شرف الدين عمراء خوتنا الفاف كيما لابلكم وشي هي الاتحادية الجزائرية لكورة القادم المعروفة بالفاف وهي اللجنة المشريفة على كورة القادم في الجزائر الرئيسها شرف الدين عمراء رئيسها نورمال مو هو اللي يقدر يدخل في الحكاية هذه قال لك كل الأندية أخواتنا يعني كل الأندية المصرية والمغربية والتونسية وكذا تجلب حقوق أندياتها بكل طرق يعني رئيس تانو شرف الدين عمراء نورمال مو هو اللي يجيب الحق تعشى بيبة القبائل وهو اللي يشرف عليه قال لك لكن السيد عمراء غائب تماما لا يدري بي ما يحدث أصلا يعني ما لا بالوش بيها أخواتنا ونرى حقا كيف لمباراة أجلت عدة مرات والآن تم برمجتها يوم الأربعة يعني مباراة هذه أجلوها وقلوها يوم الأربعة برمجوها يوم الأربعة والفارق لديه يرزنام جهنمي وبعدها يتم تأجيله مرة أخرى يوم الخامس يعني أجلوا المباراة تشبيبه القبائل الخواتنا يوم الخامس والفارق لديه تنقل لي قسنطينة يوم الأحد يعني الفارق تشابه بالقبائل خوطنة راح عنده تنقل راح يدي بلاسي القسنطينة يوم الأحد والمباراة يوم الخميس يعني ما يربوزيش خوطنة يعني ما كانش وقت ما بين الخميس والأحد كون لعبه بلا ربعة أحسن ممكن يزيد يربح نهار يربوزي فيه ممكن يروح كما احنا نقوله بكامل قوة تعه قالك الفاف أصبحت عدوة عدوة الأندية الجزائرية قبل الكافلة لا أحد أصبح يقدر فارق شبيب القبائل وتاريخه ولا أحد أصبح يحترمنا بسبب ما هذه الفاف الغير منتهية الفاف بقيادة رئيسية تقود الكورة الجزائرية للهلك دون تحرك أحد يعني هذا خوطنة أحد جماهير الجياسكا وشارعه قاعد يقول خوطنة وبزاف ناس راهي قادة ريكلامي على الرئيس تلاتحادية الجزائرية لكورة القادم إن شاء الله خوطنة نتمنى التوفيق للجياسكا ونتمنى التوفيق للقبائل وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون فيها خير بونك خوطنة ما تبخلوش علينا إن شاء الله بالإيجاب وليكمونتر تعليقات واشتركوا معنا في القناة باش ندعموا الشابيب والسلام